هلوو جيد مورنج برماري 5 سان جوزيف ستودنس إيه الأخبار يا أولاد عمليين ايه؟ يالله تعالوا نكمل سوا كده لسون 3 لسون 3 & 4 طيب احنا خدنا مالة فاتة الفود ويب في ثلاث حاجات في المارين انفارومنت وفي الراين فورست وخدنا كمان في الديزرد وفهمنا التأثير والتشينج الناتشول اللي بيحصل على الهبيتات سواء بقى الهبيتات وخدنا البيبيوليشن وخدنا كلام وخدنا كلام ده كله احنا هنا بقى هنتكلم في الهبيتات تمام؟ نتيجة بقى الهيومن اكتافيتز بصوة أولاد دايما اسم كده حاقتيين اي حاجة بتحصل في جزء منها بيبقى ناتشول طبيعي لازم يحصل وفي جزء بسبب الهيومن اكتافيتز بسبب ان الانسان لازم يبوز الحاجة دي طبيعي الانسان موجود بيبوز الحاجات اللي حوالي زي ايه بقى؟ بلدنج كده بقى بلدنج انتشول طبيعي الانسان احنا عملينا نبني بلدنج كده لذا بيقصر المكروسيسيسيسم طبعا يبني بصر ايكو سيسم ان المفروض المكان ده مثلا اعمله ايه بلانتز اصبعه حلو؟ انا واحتباني فيه انا اقصرت على الانسان الموضوع ده بيضيقني جدا يعني ما ينفعش نبقى بنرمي واسد ماتيريال في الوطر ونفهم ليه دلوقتي نقعد نسطرط اكتر من اللازم بكتير جدا في السي والاوشن فالموضوع بيبقى صعب عوي الهيومان اكتافيتيس can also impact the weather and the non-leaving factor الهيومان اكتافيتي ده بيقصر على الوزر كويس جدا ويقصر على the living factor زي temperature بتاعت الاوشن ووطر طيب تعالوا نفهم اكتر ازاي الفود ويب هيتعمل عشان نفهم الموضوع ده كويس هندرس حاجة اسمها coral reef ecosystem coral reef يا اولاد ده الناس بتجيله من كل حتة عشان هو valuable ecosystem اذا ما سوى coral reef بنعتبر ecosystem اوه coral reef هو living organism زي او زي اي living organism بيفيد وبي respire ويعمل كل حاجة وفي نفس الوقت هو ecosystem عشان هو بيقدم الفود والووتر والشلتر لأي organism اخر احنا بنعتبر ecosystem يعني اوغالي باختاره الاثنين ان هو living organism و ecosystem coral reef يا اولاد هو important habitat for living organism as coral reef provides food and shelter for large number of fields زي ما كنت بقول لك دلوقتي طبعا هو بالنسبة لنا هنا حتى في شرم important for trasm احنا ما بننتل تحت ما نفرق عليه هو فعلا شكله جميل واكتر حاجة بتميزه ايه بقى يا اولاد ان هو colorful هو ملون جدا فهو مهم جدا بقى حتى ما يسمى الاثنين اوغالي بقى ان هو بيخلي الفيزيتور والإنكم بتاعهم يزيد قوي حسنا انا عندي بقى عندي حاجة اسمها coral the small marine animals that live in coral reef the small marine animals that live in coral reef اللي بيعيش في coral reef عندي حاجة بها اسمها coral pleaching coral pleaching يعني اي كلمة coral pleaching احنا قلنا اللي بيشدك نحية كورا الريف انه هو كورا فول تمام الالوان الجميلة بتاعته كورا البيتشين انه يتحول كله لونه ويت تلاقي اللون ده بدل ما هو كورا فول تلاقي اللون مبيض كده فتحسه ميت هو مش ميت هو لونه اختفق ده كورا البيتشين ازاي بيحصل باقي النام ده وين زا ووتر اس فاوي وورم والكورا الريف والجاد رات زاالجي اف ليفينج ارجنازم اللي بيحصل الكورا ده الماء اللي حواليه باقته باقت سخنة شوي سخنة نتيجة ايه نتيجة ان التنبريتشا بعيدة ويقال لي على التنبريتشا نتيجة ان احنا عملنا هيومان اكتافيتي عملنا رامينا حاجات في الووتر بوزنا الدليا في حاجة معانا التنبريتشا بعيدة اللي بيحصل يبتدي الكورا الريف يجاد بعد الالجي الالجي تمشي بعيد عن نوع يوميها بعيد والالجي دي الحاجات الملولة فبيخلي الكورا الريف يتحول لونه كل الويت ونتيجة ان الكورا الريف بليتشن كده الكورا الوفن دون نات سيرفايف الكورا اللي عايش فو ده ما بيعيش اش مال ان الكورا ده ما بيتحرقش فلازم الاسماك والحاجات تدخل جواه عشان يقل منها طب هو لما يقوله يبقى لونه ويت كده فكأنه ميت فما فيش حد بيقرب ناحية الاريا دي فالقورا دون نت سيرفايف ما بيعيش تمام؟ طيب يا أولاد ازاي الكورا الريف بيتشنج الاوشان فود راب؟ اولا احنا عملنا ديستروي الكورا الريف الفيش والآذر مارين ارجيانيزم يدباندوا عن الكورا الريف for food and shelter may tie or move to another habitat البيبو اللي بتباند على الكورا الريف والفيش for food will be negatively affected انا دلوقت المعتمد على الكورا الريف في السياحة ما بيعيش عندي الكورا الريف لونه بقى وحش ما فيش حد هي ينزل عندي السياحة معتمد على السمك اللي بسطاده من الكورا الريف عشان قطر اكله محسنك مباشر وحناك فانا بقيت هتقصر فبقى فيه negative effect عشانك احنا لازم نحافظ على الكورا الريف من الكورا البيتشنج كلمة بليتشنج اللي هو تارني completely into white نتيجة ايه؟ نتيجة ان الووتر بقيت وعم اللي حصل ان الكورا العمل جاد بدء في الالجيو والالجيو ديلي كانت مدياله الالوان حاجة ثاني انا ليه بقول لك ما نرميش اي حاجة في المياه عشان خاطر عندي افكت خطير جدا للبلاستيك برودكت في المارين لايف البلاستيك في السي بتأفكت المارين لايف قويس قوي بتقصر على مين؟ الويلز الحيتان السي تارتلز تمام؟ زي اللي قدامك دي السي بيرد احنا قلناها موالي فاتت والفيش نفسهم كانت اوفن دفرانشيات بين الريل فود وبلاستيك طبعا ضحت المياه ولاد البلاستيك مش بيبقى الكيس كبير كده فانا ما تقولش ازداء مصر هيا ما تاخدش بلا لا حبيبي الكيس يا بابا بيبتدي انه هو يتقطع نتيجة المياه بملحة ونتيجة الشمس الشمس بينزل منها لايت ده اللي انت عارفه بيجي منها برضو حاجة تانية اسمها ألترا فيلوت الألترا فيلوت ري دي اللي حتى بتلاقيها عندك على الموبايل اسمها يوفي اندكس تمام؟ دي صعبة جدا ويقولك ما تتعبتش للشمس مباشر في وقت معانا عشان بعد الشهر ما يجيلكش الكنسر الألترا فيلوت ري دي بتوصل لغاية المياه فبتروح على البلاستيك ده تروح عملاله كده تقصره تخليه سمول بيسيس حتة صغيرة فالحيوانات وهي فتحة بوقها ومشة في المياه مش قدرة تعمل ديفانشيات مش قدرة تميز مبين الريل فود أكلها الحقيقيه ومبين السمول بيسيس اللي حب نسميها مايكرو بلاستيك طبعا لما يدخل بقى انت حتة بلاستيك دي في الاستامك وفي السمول انترسي وكلام ده كله يبتزي ان هو يقطع في الحاجات دي جواه فبتجيت هارم وممكن توصل انها تضاي فانا كده بقى ازيها عشان كده احنا هنا في شام من سنة مثلا ما عملنا مؤتمر مناخ كان قلنا بنقول ان احنا ماينفعش هارمي ماينفعش استخدم بلاستيك فلاستيك دي حاجة ضابعة جدا قلنا بنتعامل كلنا بشونة قماش لو تفتكروا يبقى السي تيرتل كان نوضي فرنشيب بين الجالي فيش اللي هي بتقولها والبيسوف بلاستيك فالسي تيرتل بتئيت بلاستيك سينجزات الجالي فيش فالسي تيرتل بتجد هارم طب بلاستيك برودك جيت بروكن انتو سمولة بي زي ما قلتلك بيبقى اسمها مايكرو بلاستيك نتيجة اليو في الالترا فيلط تمام الكورل بتفلتر السي ووتر بتو جيت زير فود السي ووتر هي داخل قوة كورل هي بتعملها فلتريشة عشان تاخد الاكل بتاعها وتعدي الوطر طيب لما البلاستيك ده يعدي هي بتنجاز المايكرو بلاستيك بتبلعوا that are as small as a piece of food وشبه الفود تبلعوا فالكورل بتجد سو كورل جيت هارم نفس الكلام لارجي كوانتاتيو بلاستيك are thrown into the marine environment every year كل سنة للأسف يا أولاد في بلاستيك كتير قوي بيتحدف في المياه most of them come from the land ودي بقى مشكلة ما تقوليش بقى انا محترم ومان بالبلاستيك ما برموش في المياه بس برميه على الأرض مع شوية وينده حبيبي بيتروح مطارينه من على الأرض وحروح في المياه ده لسه اجيله كمان شوان فيه حوالي فوق تسعين في المياه من البلاستيك من المياه لانت فيروح على المياه البلاستيك are very harmful to marine organisms because they are toxic and sharp أولا هو toxic بيسممهم ثانا هو شعب هو لما بيتقطع من الألترافيل بيبقى small pieces فبيقى شعب فبيقطع لهم الاستمك والحراب بتاته الامام بتاع بلاستيك في السي والأوشان بيانكريز البلاستيك will harm marine habitat and affect the organism that live in sea and ocean people can decrease their use of plastic products or recycle them instead of throwing them into sea بدل ما تحتفوا ياما نقلل الاستخدام البلاستيك خالص ياما نعمله recycling و احنا كلمنا عن موضوع recycle قبل كده ماشا كده احنا خلصنا أولاد lesson 3 lesson 4 نفور نفس الكلام record evidence like a scientist اتفعنا ان انا بقى أسأل نفسي سؤال عندي كليم هجمع معلومات عن السؤال ده انتين فتعمل activity تي لوحدك evidence تشوف مين من الحاجات اللي انت جمعتها عليه دليل وتشوف scientific explanation نتيجة الإيه the evidence اللي انت جبتها عندي حاجة بقى أولاد اسمها habitat restoration ازاي نقدر نسترجع ال habitat يعني كلمة habitat restoration يعني دلوقتي ال habitat بتاعتي بوضت اتضمرت الايكو سيستيم بتاعي بوضت انا بحاول ارجعه تاني it's a process of returning habitat back to its natural state برجعها لطبيعتها before harm was done قبل ما الهرم تحصل بمعنى بإجزامبل بسيط كان عندك شغرة قدام البيت لظروف مية الشغرة دي تقطعت اتشالت اتقصرت اي حاجة حصلت habitat restoration ان انا ازرع الشغرة الشبه هتاني فتطلع زي ما كانت قبل ما يحصل عليها ايهرم هو ده habitat restoration environment change الحاجات natural والhuman activity بتعمل negative impact الايكو سيستيم طيب ايه اللي يحصل there are ways through which we can restore الهبيتات leading to healthy and balanced ecosystems شمجرحة تاني balance a restoration project be allow scientists to find out better solution for reducing the negative impact of human activity ازاي بردو الهومان اكتفتي ده اكتر اي تشينج بيحصل فاحنا when many plants are removed a river bank erodes انت ماتشي بلانت اكتيد a river bank اللي هو الحفة بتاعت الريفر دي بتبتد يحصلها a erosion بتتاكل شوية so floats may reach further area فالفلوت بدلا ما هيطلع لغاية هنا بس لا ده ممكن يوصل لغاية هنا when wetland are threatened تمام شكرا لازم اعمل habitat restoration طب بردو انا هعمل habitat restoration ازاي في عندنا example على habitat restoration عملناه في الريبيان غولف هنا في الريبيان غولف في المنطقة بتاعت الخريج بتاعنا دي لcoral reef rehabilitation project عملنا ايه با يا اولاد الساينتست بت collect small part of different coral species and then move them to nursery بنرجحهم لمكان اسمه nursery مكان بعيد عن الحتة دي خالص باخد small part من different coral species ووديين نفسي ده تمام بعد ما وديين نفسي النفسي دي منطقة area في sea أو الأوشان الساينتست بتتكر من small pieces دي تاخد بالها بقى منها تعال احنا عادين معها until they grow up لغاية ما تكبر شوي اول ما تكبر وتبقى ادرا نات move بنعملوهم moving back to the reef where they were dying يعني انا مثلا عندي هنا في الارابيان غولف كان عندي هنا يا أولاد كان عندي مثلا coral reef معين حلو coral reef ده ضاعي فبعمل ايه بجيب small coral reef تاني هو هو شبهه بالظبط واحوارده في مكان بعيد في ocean أو sea بسميه nursery تمام لغاية ما يكبر يجبوه أبا ويكبر لانا لو حطته هنا هو صغير هيموت تاني فانا بخليه يجبوه أبا ويكبر كده يبقى كبير وحوارده ونقله مراجعه هنا تاني يرجع لمنطقته healthy coral لما يرجع can continue growing and reproducing يعمل reproduction to make new coral reef again حاجة تاني يا أولاد يبقى ده اول حاجة في الارابيان غولف عندنا هنا في ايجيبت لسا قطب احكيلكو coastal community near to coral reef عندنا هنا في جنوب سيناء وشام الشيخ مخصوص استعملنا new way اسمها zero plastic لما تقل علينا green city where people in this community decrease using of one used plastic product ليش one used plastic product خالص بلاستيك اللي موجود بنعمله فبنرمه طيب لو habitat not stored احنا ما عملهاش stored يا أولاد habitat may be loose خلاص مش هتبقى موجودة تاني cannot get their need to survive طيب تمام يا أولاد احنا كده خلصنا concept 3 زكري كواريس وحلو الأسئلة اللي عليه وربنا معاك يا حبابي موسيقى